ويبقى معنا من بغداد محمد فاضل مراسل عن غده محمد مرحبا بك بعد اجتماع الحالبوسي ورئيس التيار الصدري كيف تبدو الأجواء وما تداول حوله الرئيساء الرئيس التيار الصدري ورئيس تحالف أو تيار التقدم نعم يعني الواضح في المشهد السياسي العراقي أن أكثر الحركات نشاطا في عملية الذهاب نحو التحالفات هم التيار الصدري وتقدم سيد محمد حالبوسي يريد أن يثبت لجميع القوى السياسية بأنه لاعب مهم على الساحة السياسية وأنه رقم صعب لا بد من التحالف معه لذلك هو التقى قبل أيام بمجموعة من القوى التابعة للإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي وأيضا ذهب بنفسه للقاء زعيم التيار الصدري مقتداء الصدري يعني الجميع يجمع على أن الحكومة المقبلة ربما ستكون مغايرة في تشكيلها بسبب التحالفات التي يعني يتوقع البعض أنها ستكون أيضا مغايرة التيار الصدري يريد أن يذهب مع بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لتشكيل كتلة أكبر ومن ثم يذهب للتحالف مع القوى السياسية السنية سواء المجتمعة أو حتى منفردة بالتحالف مع سيد محمد حالبوسي والكرد أيضا لسي لديهم أي مشكلة لكن هذا الأمر ربما يزعج أحد الأطراف المهمة داخل الإطار التنسيق وهو دولة القانون الذي لا يرغب فيه التيار الصدري بأن يكون حليفا له في المرحلة المقبلة وبالتالي هم يريدون أن تكون حكومة أغلبية هكذا يريد التيار الصدري أما المالكي والإطار التنسيقي فيذهبون إلى فكرة الحكومة التوافقية السنة وأيضا الكرد ليس لديهم أي مشكلة هم يريدون التحالف مع الطرف الشيعي معين على أن لا يتم هناك خصام مع طرف آخه أو أن يأتي الجميع إلى التحالف معهم في حكومة توافقية لذا نرى هذه التحركات طبعا هذه التحركات ستستمر حتى بعد عقد الجلسة لأنه من المتوقع أن تكون جلسة البرلمان المقبلة فقط افتتاحية ومن ثم سيذهبون إلى جعلها جلسة مفتوحة لحين التوافق على الرئاسات الثلاث طيب محمد أمام القوى السياسية لنعقاد أولى جلسات البرلمان في دورته الخامسة أقل من أسبوع وحتى الآن لا يبدو هناك اتفاق واضح عن ما هي الكتلة الأكبر التي ربما سيكون لها الكلمة الفصل في تسمية رئيس الحكومة والرئاسات الثلاث وفق المعطيات وما أشرت إليه محمد متى يتوقع بالتحديد تسمية رئيس حكومة عراقية جديدة وتسمية الرئاسات الثلاث دعني أبدأ من الأمور الإدارية إداريا أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بأن هناك جلسة ستعقد يوم التاسع من الشهر الحالي ودعت أيضا العديد من الإعلاميين وأيضا الشخصيات لحضور هذه الجلسة أما بالنسبة للتوافق قبل جلسة البرلمان فهو أمر صعب جدا هذا حدث عام 2018 لم تذهب القوى السياسية المتوافقة إلى البرلمان ذهبت متشتتة لكن على ما يبدو أن الصدر هو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة حتى وإن كان بتوافق بعض القوى السياسية الشيعية الأخرى لكن هو الأقرب وبذلك قد نشهد مرشحين لرئاسة الوزراء ربما يكون مستقلين لكن بتزكية من التيار الصدري هناك العديد من الأسماء مطروحة من ضمنها أيضا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وأيضا هناك أسماء أخرى لكن بكل الأحوال حتى اللحظة لا يوجد اسم لرئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو حتى رئيس الجمهورية واضح لمن سيتولى المرحلة المقبلة لأربع سنوات المقبلة لأن التحالفات متغيرة وأن جميع التحالفات في العراق ربما تحسم عند الساعات الأخيرة أو حتى بعد الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة أو حتى بعد انعقاد الجلسة الأولى التي ستبدأ معها مفاوضات كبيرة ومهمة قد تنتج تحالفات مغايرة وغير متوقعة لشارع عراقي في وقت أن شارع عراقي حتى اللحظة بدأ لا يهتم بمسألة تشكيل حكومة أو حتى مسألة من سيتولى تلك المناصر شكرك جزيلا أن محمد فاضل مراسل الغد من العاصمة العراقية بغداد